تعاني الأستاذ عثمان بوانين رئيس قوى الخلاص الوطني السوداني أي يا فندم سمع حضرتك عليكم السلام عليكم السلام أكيد حضرتك متابع موضوع بعض الشباب اللي من فترة للتانية النصري اللي بيتم احتجازه سواء كانوا السائقين قبل كده فندم وإحنا تواصلنا معاك وعرفنا تفاصيل كثيرة لكن كمان النهاردة في سبعة من الشباب المصري كانوا بيعملوا في التجارة خمستاشر عام وللأسف تم احتجازه في مثل هذه الأمور مين يتدخل والمفروض يحصل إيه وحل هذه الأزمة سريعا لأن بالفعل في مشكلة حقيقة سواء عند الشباب أو كمان عند أسرهم سمع حضرتك طيب هو وقالنا يعني يعني نتمنى إن شاء الله يعني يرجع لأسرهم والأولادهم يعني سليمين وبالسلامة إن شاء الله وتتحل هذه الأزمة وهذا الوضع اليوم ويوم ولكن أنا أنا طالب يعني من أسرهم أولا يعني نشروا صورهم بالمغام الأول ثم بعد ذلك الحكومة الآن هي يعني وجهة جوال النائب العام فتح يعني قبول البلاغات من المواطنين ومن أي جهات أخرى يعني زي الإخوة المصريين اللي هم الآن مختططين في السودان يعني يوجهوا بلاغات إلى النائب العام ويحددوا آخر مواقع هم كانوا فيها في السودان هل هم كانوا في الخرطون ولا في الشمال ولا في زاكور ولا أي موقع جغراف هم كانوا فيها منطقة فندم اسمها الرميلة هلو الرميلة فندم هلو معاك معاك أستاذ عثمان سمعني فندم نعم بقول لحضرتك المنطقة المحتجزين فيها الشباب المصري منطقة اسمها الرميلة على حد حديث أهليهم نعم الرميلة هي في الخرطوم الرميلة المنطقة في الخرطوم نعم ولكن يعني أنا أطمن أشارهم لغاية الآن يعني في نفط المنطقة بتاعة الخرطوم ما في أي يمكن يعني يعني الضرر حصل على أي يعني من الأخوان المنطريين أو أي جيها أخرى من الدول العربية والشربية هذه معلومة بس يكونوا محتجزين فقط يعني ولكن يعني الآن تم تطهير تلك المنطقة منطقة الرميلة ومنطقة الشجر وهذه المناطق يعني تم تطهيرها من الدعام وكذا والآن هي تحت سيطرة للغوات المسلحة نعم نحن الآن نطالب أنه يعني أشارهم يعني يعني يفيدوا بيعي معلومات عنه ونحن برضو بيزارنا ممكن نكتر نتاعد يعني برضو عبركم انتو لو قدروا أنه وصلوا لنا الصور وصلوا لنا الأسامي يعني ده صور عامة يعني كل ناملة كل واحد من الأخوان حالا طبعا حالا نتمنى أن الموضوع يحل سريعا ويعني وأن حضراتكم بالفعل تفيدونا في هذا الأمر حنا نرسل لحضرتك الصور وكل التفاصيل لكن حضرتك غيرت الكلام تماما الأهالي معتقدين الأهالي للشباب اللي هم عايشين في مصر معتقدين أن الشباب دول أو أبنائهم عند قوات الدعم السريع فاند حضراتك بتقول أنه هم عند الجيش وده من المفترض يكون أسهل في رجوعهم مرة تانية للوطن ركزي فيك لأنا ما أقول أنه عند الجيش محتاج بي قلت لك هم قاعدوا محتاجين عند الدعم السريع ولكن الآن تم تطهير المنطقة دي من الدعام يعني الحمد لله أنه الغوات المسلحة الآن يعني تم تطهيرها ونحن ممكن نجدر نفاصل مع الغوات المسلحة ويفيدونا عن أنهم يعني برضو طب يا ريت فاند يعني إحنا نتمنى من حضرتك أستاذ عثمان أن أنت تساعدنا في هذا الأمر والحقيقة نوصل لحل سريع أكيد الشباب لا إن شاء الله أنتوا فيدونا بالصور وفيدونا بالأسامل بتاعكم السبعة والمنطقة اللي هم كانوا موجودين فيهم وإن شاء الله نجدر يعني برضو نتاعد وأيضا برضو ممكن نوصل وصير منه بالنائب العام يعني يتجوا لبلاغات رسمية يعني ممتاز ممتاز فاند بس قبل ما تسيرنا أستاذ عثمان إحنا كمان حابين نطمن على الوضع العام في السودان يعني هل الموضوع حيكون متوتر والتصاعد دايما مستمر بهذا الشكل ولا قريبا ممكن يكون هناك حل سواء للشعب السوداني أو المصريين الموجودين في السودان أو باقي الجنسيات فاند لا هو حتى الحمد لله يعني نحن الحرب يعني في نهايات حتمها ويمكن أنت الآن مصابعين إعلاميا والآن يعني تم تطهير مناطق كثيرة جدا جدا في الخطوم وعادت إلى السيادة السودانية وأيضا برضو ما حصل في دارتور في كردوان برضو تحت السيطرة في طرف الدولة وسيطرة الجيش والآن مثلا المناطق البسيطة يعني السواء في محلية سبحري هم مناطق جيوب يعني بسيطة جدا جدا وإن شاء الله سوف تحسن يعني في هذه الأيامات بإذن الله إتعالي إن شاء الله أستاذ عثمان بوانين رئيس قوى الخلاص الوطني السوداني أنا أشكرك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر